اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاستاذ احسان بده يجيب حارس مشانك فانا رح جيبكا مواحد اليوم المسا وانتي والاستاذ احسان بتختاره اه ما في داعي إلون بنوب رح خبر بابا بهالشي ما في داعي طالما انت موجود معي زاهي انا مو الحارس طبعك انت بتظل معي بأي مكان بروحه عليك وساعدتني بكل الاوقات الصعبة كمان انت يكن دايما تحميني زاهي وما في حدا بيهتم فيني اكتر منك كمان زاهين انا حس اني بأمان لما بكون معك وانت كان معك حق انا هلأ صرت كتير قوية وما في داعي ان يكون في حراس حوالي ابدا اي بس انا ما رح كوم معك دائما ليش؟ عم تفكرت اترك الوظيفة؟ لا مو هيك القصة ابدا بس يعني وقت تتزوجي بالمستقبل رح اضطر اترك هالشغل ومين قالك اني انا رح اتزوج فورا في عندي شغل كتير مع شازمة ولسه ما خلص اوه انا بدي مساعدتك بهالشي قل لي رح تساعدني؟ انا دائما رح ساعدك لقامت للابد انت كان معك حق الصعوبات بتعلم الانسان دروس كتير الحياة علمتني درس ما بينتزا وصرت قوية وادرانة واجه كل شي وهلا انا ما بخاف من حدا وحتى لو مين ما كان يكون؟ معك حق سارة كلنا منتعلم من اخطائنا والدنيا دائما بتقس علينا لتعلمنا ما بدي ياكي تخافي من اي شي ولا حتى تسمعي من حدا او انك تخلي اي شخص يسترجي يلعب بحياتك هلا لازم تمشي ماشي انتبهي على حالك اخيانو تیری دید دید بنا چاہیئے اخيانو تیری دید دید بنا چاہیئے ماشي اعاك انتبهي تست pokemon انتبهي هلا لازم انتبهي انتبهي مثل نا افشن شكتك اللي آي منو وفات شاهية ألو؟ ليش مسكرة موبايلك سارة؟ عم تسكري قدامي كل طريقة لحاكيكي لأ إمتى بدك تضلي عم تهربي مني؟ أنت بتعرف أني ما بدي أحكي معك رومي أنت لش بتضل تتصل فيني لك؟ لك أنا خسرت ثقة بابا بسببك أنت رومي ما رح سامحك أبداً بحياتي ما رح سامح سارة ليش هيك عم تعملي فيني؟ أنا بشو غلطت؟ إني حبيتك يعني؟ إذا في حدا بيحبك بهذا العالم فهو أنا عم تفهمي عليي سارة؟ لك هل حكي الفاضي ما بيهمني هلأ؟ بعد ياللي صار معي بسببك ما تقدر تخيل شوف بابا زعلان أو معصب مرة تانية رح أعمل كل شي بيقلي عليه بابا يعني بدك تتركيني؟ تاركتك أصلاً والعادة حاول تتصل فيني أو تجي لعندي عالبيت أنت دائماً بتفكري بحالك بس أنا الغبية اللي حربت عيلتي كرمالك محقول ما بيهمك كل هاد؟ ما عاد في داعي تحارب حدا مشان تكون معي نحن الاثنين ما رح نكون مع بعض أبداً لا بقى تتصل زاهين عم يتصل؟ أهلين زاهين كيفك؟ كيف لحتى عم تتصل فيني بهالوقت؟ فعلاً نحظي كتير حلو إذا كنتي عم تقل في شي موضوع عني وعنك فسدقيني ما رح مر إليك ياها عم تفهمي؟ لا تخليني إجي لعندك عالبيت وأحكي لحكي لأبوك وأخوك لش أنا شو عملت لك زاهين؟ لك أنت وأختك عم تلعبوا بعقله لأخي لحتى تشوهولي سمعتي قدامه بس لازم تعرفي أي حدا بيغلط بحقي؟ ما رح يفلت مني أبداً بعدين أنا ما وعدتك بأي شي، لهيك نسيني بيكون أحسن بس أنا بحبك هاي شو جابة لهون؟ شو يا بنت؟ لوين فاعتين؟ لا أحمل دستور سلام عليكم وعليكم السلام؟ شو جايبك بهالوقت؟ وليه جايبه الشنتاية؟ أنا قررت ضل عندكم ثلاثة أيام بابا وماما عندهم عرسب حيدر أباد أي وأخي وصلني لهون وبعدين بيجي بياخدني أختي بغير فتشي؟ لا، راحت حتى توصل الولاد عن مدرسة يلا فوتي لجوه يلا شايف بعينك هالوقاحة؟ الله بيعلم على شو ناوية راح أتصل بأنور بتضل تجي لعند إختك اليوم والتاني هه، اي شو نحنا خلفناها ونسيناها؟ وإذا طلعوا أهلا من البيت اي ما في تضل حالة بالبيت يعني؟ لا تكون مفكرة حالة صغيرة هالشنتيرة لا تتصلي بأنور هلا بيكون بالشغل وبعدين هالبنت ما بتجي لعنا كتير؟ أنا ما بحبها حتى لو ما بتجي كتير راحوا أهلا يحضروا عرص وتركوا لنا ياها اي شو زمدنا؟ ما عاد فيني اتحمل هالعالم أبداً أنا بورجي يوم اي أنور؟ ليك اليوم تعال على البيت بكير بدي احكي معك، اي اي في موضوع مهم بدي احكي معك هي اختل مرتك، اجيت لعنا وقال بتضطل هون سمعنا نحن شو دخلنا؟ لا تكون مفكرتنا قتير؟ اي وانت ليش ما بتحكي شي مع مرتك؟ لو سمحت بس بكا